النهاردة هكلمك على عشر حيال شيطانية ممكن الشيطان يستخدمهم ضدك بسهولة جدا والحيال اللي بتيجي في الدماغه دي انت بتكون محتار هل الأفكار والحيال الحاجات الغريبة اللي انت بتفكر فيها دي هل هي حاجات جاية منك انت ولا حاجات جاية من الشيطان ولا أفكار ايه مصدرها ايه اللي بيخلينا افكر الأفكار بالطريقة دي او اقتنع بالأفكار اللي موجودة في دماغي بالطريقة دي باختصار شديد العشر حيال دول انت لو ركزت فيهم هتلاقي نفسك انك بتنفذ بعض الافكار منهم وبتكون فاكر انه الافكار دي منطقية وافكار مزبوطة لكنها في الحقيقة هي افكار شيطانية فركز اوي في الفيديو ده ويا سلام لو تكتب العشر حيال دول عشان يفضلوا قدامك دايما وتفضل فاكرهم بانه الشيطان ممكن يوقعك باي حيلة منهم اول حيلة هتكلم معاك فيها حيلة اسمها خطايا تلبس ثوب الفضيلة يعني ايه خطايا تلبس ثوب الفضيلة احيانا الشيطان بيقدم لك بعض الخطايا ولكن باسماء مختلفة بمسميات مختلفة المسمية دي تحس ان هي بتهز مبادئك وتهز افكارك وتهز القيم بتاعتك هل الحاجة دي فعلا خطايا ولا ممكن نحطها تحت اسم تاني زي مثلا موضوع الافلام الاباحية اللي بعض الناس بتنكر وتقول ان دي ثقافة ومعلومات عامة بعض الافكار الموجودة عن العادة السرية اللي بيقولك انا مش بأزي بها حد فالعادة السرية دي مش خطايا حاجات مثلا زي انه العري بقى مرتبط بالموضة الناس اللي بتلبس لبس غير لائق واللي بيسموه موضة ويسموه اناقة ويسموه شياكة والكلام ده احيانا كمان المكر والخبص والدهاء بيتسمى زكاء وانه حكمة وحاجات زي كده كتير يعني حاجات زي كده الانسان بينخدع فيها بسبب تغيير المسمة الشيطان بيقنعه انه الخطايا دي او الموقف ده ما اسموهش كزا لا ده اسمو كزا يبتدي يغير له اسم الخطايا باسماء تانية فيها فضيلة او فيها نوع من من انواع الحكمة يعني الحيلة التانية اسمها تحطيم فضيلة لاكتساب فضيلة اخرى هديكم مثال بسيط يوضح الفكرة هنفترض معاكم ان فيه انسان بعيد كل البعد عن الخطايا الجنسية بيعيش في نقاوة قلب ما تجربش بالموضوع ده فبالتالي عايش بعيد خالص عن الموضوع ده وماش بيقع فيه فنفترض ان هو بقى خادم ممكن يبتدي ان هو يتكلم مع الولاد بتوعه في الموضوع ده فيبتدي الشيطان يقوله انك لازم تدخل وتتعمق في الموضوع عشان تقدر تساعد ولادك في الخدمة فهنا الخادم ده او الانسان ده بيجيله فكر انه اه لازم ابتدي اتكلم في الموضوع ده مع الشباب واخد الكلام كله وافكر فيه عشان ااخد خبرة عشان اقدر افدهم في الموضوع ده هو في الحقيقة كان عنده فضيلة انه مش بيقع في القصة دي لكن هو كان حابب انه يكتسب فضيلة هو مش قدها وده اللي خلاه انه يبتدي يتعامل بدون حذر ويبتدي يتعرف على معلومات ويبتدي يسمع كل القصص اللي بتتقاله والقصص اللي كانت بتقاله دي كانت قصص معثرة جدا 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 فبالتالي وقعته في الخطيئة اللي هو ما كانش بيقع فيه فلا هو اكتسب الفضيلة التانية بانه يطلع انسان بيفيد الناس في الجزئية دي ولا فضل يحافظ ادر انه يحافظ على الفضيلة الاولى انه كان ربنا مدهاله وهنا دي فكرة شيطانية وحيلة شيطانية انه الشيطان ممكن يقنعك عشان تكون خادم او عشان تكون اب راعي جميل وبتقدر تتعامل مع الخطي ادخل جوه تفاصيل الخطيئة وتعامل معها عشان تكتسب الفضيلة بصوا الفكرة جاهز ازاي وبالعكس ده انت ممكن ضميرك يوجعك لو رفضت انسان تحس كده ان ضميرك وجعك شطاني حسك بزنب عشان انت ازاي مساعدتش الانسان ده الانسان ده كان جايلك بس قدراتك يا حبيبي قدراتك الانسانية مش مؤهلة ان هي تساعد انسان اخر قدراتك الروحية مش مؤهلة ان هي تساعد انسان انت بعيد كل البعد عن هذا الموضوع عشان كده الامور اللي زي كده يفضل ما نكلمش بها حد من الصعب انه يجرب بداه زي مثلا الرهبان يعني انا بسمع انه ممكن احيانا حد يروح يعترف لراهب عن خطايا صعبة جدا خطايا صعبة جدا جدا على عكس الكهنة اللي موجودة في العالم الكهنة اللي موجودة في العالم هو كهن مختبر الحياة العالمية حياة العالم فهو عايش الحياة دي فيقدر يفيدك لكن الراهب ده واحد سب العالم وترك العالم وراح في الدير ليه نعرفه امور معثرة زي كده فبالتالي برضو دي حاجة ممكن يتحارب بها الراهب انه الراهب ممكن يحس بزنب انه ما ساعدش الانسان ده فبالتالي لما يساعده يبتدي يضعف ويبتدي يتحارب بأفكار شديدة جدا فهيليه نفسه سقط في الخطيئة فلا هو حافظ على الفضيلة الأولى اللي عفة والطهارة ولا هو إدر يكتسب الفضيلة التانية أن يكون أب مرشد للجزئية دي أو لنوعية الخطيئة دي أنا بدي مثال يسعى لده كل حاجة الحيلة التالتة اللي ممكن يحاربنا بيها الشيطان ويقعنا في الخطيئة وهي التشكيك التشكيك ممكن يجي من كذا ناحية ممكن يجي من جهة التوبة أنه يقولك أنت فاكر أن توبتك دي خلاص اتقابلت أنت فاكر أن ربنا غفر لك الخطيئة ممكن تكون بعد ما اعترفته وبعد ما توبت بس الشيطان يفضل حاطت في دماغك الجزئية دي أنت فاكر أن انت كده اتقابلت أنت فاكر أن انت كده خطيئتك اتغفرت حتى من جهة الخلاص حتى ممكن الشيطان يقعد يلعب في دماغك في حيطة الخلاص هو أنت فاكر أنك هتخلص هو أنت فاكر أنك هتدخل السماء يبتدي يلعب بالجزئية دي وبالوطر ده معاك بصورة مش طبعية خالص وفي النهاية انت اللي بتتشكك وانت اللي بتتشكك وبتتلق لأ فبالتالي بتلاقي نفسك ايه بتحس انه الفكرة دي فكرة فيها نوع من مخافة الله انك عندك مخافة وعندك رهبة وانك مش مقامل لنفسك لا بس في الحقيقة انه دي ما فيهاش رجاءه خالص التشكيك حرب التشكيك او فكرة التشكيك ده بيمنع الانسان تماما عن انه يفكر في رجاء الله او في محبة الله هو بس بيفكرك انه الله مغفرش خطيطك انك ملكش توبة انك ملكش خلاص كل الحاجات دي من هزا القبيل حتى ممكن يشككك كمان من جهة قبل الاعتراف انه حتى ممكن يشككك ويزعزعك يقولك هو انت يعني مش مكسوف من قبل اعترافك هو انت متخيل من قبل اعترافك هيسمعك تاني بعد الكلام اللي انت قلته هو انت متخيل من قبل اعترافك مغيرش صورته من ناحيتك وكذا يعني حاجات كتيرة جدا 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 ليها علاقة بفكرة التشكيك الحيلة الرابعة وهي اليأس من عادة الشيطان دايما انه يعود يضخم في الاخطاء يعود يضخم لك في اخطاء ويصغر لك في اخطاء ودي حيلة زكية منه اخطاء معينة ما عندكش مانع انك تعملها ما عندكش مانع انك تجدب ضميرك ما بيوجعكش تحلف لا عادي بس انت مركز في خطيئة واحدة وعشان انت ضعيف في الخطيئة دي وعشان هي خطيئة صعبة او عشان خطيئة اتحولت لادمان فبقى فيها ضعف نفسي وضعف بشري زائد الضعف البشري بتاع الانسان اللي هو مرتبط بالوقوع في الخطيئة لا ده بقى فيك خلل نفسي كمان بيخليني اقع فيها ومن هنا الموضوع بيتضعف المشكلة بتتضعف فبالتالي الشيطان يحط على عاطقك وفي ازهانك فكرة اليأس انه مفيش فاية انت ممكن تكون يعني تعبان جدا عندك مشكلة انك بتوعف خطيئة من خطيئة جنسية زي العادة السرية او مش عادة المواد الاباحية بس ما عندكش مشكلة انك تجدب حتى ممكن انسان يروح لابونا يدخل لابونا يقول لابونا انا عايزة كلمك في النقطة دي بس نقطة العادة السرية او نقطة الاباحية طب هل ما فيش جوانب تانية في حياتك محتاجة تشتغل عليها لا فيه بس الشيطان هو اللي مش ميخليك شايفه الشيطان هو اللي مش ميخليك قادر تحدد كل الخطايا اللي انت بتقع فيها لكن ميخليك مركز في خطايا واحدة وبالتالي لما تركز في خطايا واحدة خطايا صعبة خطايا جديدة تقع نفسك بتقع وتتشنكل وتتكعبل فيها وفي النهاية بتحس انك يأست وإحنا ياما اتكلمنا عن فكرة اليأس وقلنا ان الشيطان المشكلة بتاعته مش في الخطايا الشيطان مش عاوزك تقع في الخطايا على قد ما هو عاوزك تقع في اليأس الشيطان عاوزك دايما تكون يأس الحيلة اللي بعد كده وهي ارتباط الصلاة بالوقوع في الخطايا احيانا بعض الناس ممكن يجوا يقولوا ايه يا ابونا ابونا انا ممكن ابقى فترة بعيد خلص عن ربنا بس الفترة دي ابقى برضو بعيدة عن الخطايا وما اجي بس اصلي او اجرب اتناول او اجرب اقرب من ربنا ايلاقي الشيطان ما سابنيش في حالي لدرجة ان الليلة اللي انا اتناولت فيها او الليلة اللي انا صليت فيها واعت في الخطايا وهنا دي حيلة مكارة وزكاية جدا بالشيطان انه عاوز يقنعك انه ارتباط الخطايا بالصلاة فما تصليش عشان ما تقعش ما تتناولش عشان ما تقعش ما تعترفش عشان ما تقعش حيلة زكاية جدا والاسف فيه ناس بتنجرف لها وتنخدع فيها الشيطان عاوز يعمل ارتباطنا عشان ايه عشان عاوز يهزك عاوز يقولك ايه ما تصليش عاوز يقولك ما تقربش من ربنا ما تتناولش فالحيلة دي مهمة جدا جدا لازم لازم ان احنا ناخد بالنا منها سادس حيلة ممكن الشيطان يستخدمها وهي تغيير الخطة الشيطان عنده امكانية رهيبة جدا في تغيير الخطط بتاعته لانه يعني بيتسم بالزكاء والمكر هفترض معاكم انه الشيطان ممكن او فيه شاب يعني كان بيسقط في الخطية فترة طويلة خالص وكان بيحاربه شيطان حرب جديدة فابتدى ان هو يجاهد شوية ويتعب وفعلا امتدى ينتصر على الخطية وبقى له فترة طويلة جدا جدا موقعش في الخطية فمن هنا بقى له مثلا شهر شهرين 3 4 5 6 10 سنة سنتين 3 5 ايا كان الفترة فالممكن الانسان يشعر بنوع من الكبرياء ويشعر بنوع من الطمأنينة بيشعر بنوع بالطمأنينة ان هو خلاص انتصر على الخطية فبتدي يقامل نفسه وهنا بيجي فكرة تغيير الخطة من عند الشيطان الشيطان كممكن يكون بيحاربك الفترة اللي فاتت دي بطريقة معينة الطريقة دي انت خلاص اتعلمتها وابتدت تصده فيها فيبتدي يجيلك من طريقة تانية وهي طريقة الكبرياء واحيانا ممكن الشيطان يقعد يسيبك فترة ما يحاربكش في جزئي دي خالص خالص انت مركز على الخطية دي قلتلك انك التوبة والخلاص بالنسبة لك انك تبطر الخطية دي لكن في خطية تانية الشيطان اصلا ايه بيحاربك فيها وانت مشواخد بالك منها او ممكن الشيطان يوقف فعلا لمحاربتك في الخطية دي ويجيلك بعد ما يسيبك كده تتطمن وترتاح وتكتسب الكبرياء وتبقى متطمن خالص ان ما فيش اي نوع من انواع الخطية اللي ليها علاقة بالخطية دي الخطية اللي انت يبقى لك فترة مبطالها اللي كانت صعبة جدا عليك فيبتدي يستنى لحد ما يصيبك الكبرياء فاول ما تكتسب فكرة الكبرياء دي تلاقي الشيطان رجع لك تاني بطريقة اشرس ويوقعك بطريقة اصعب كتير من الطريقة الاولانية اصعب كتير من الفترة اللي فاتت اللي انت كنت وقع فيها في الخطية فبالتالي تنتكس انتكاسة شديدة جدا وتوصل لليأس الشيطان هنا الحقيقة هو غير الخطة غير خطته يعني هو سبك شوية ورجع لك تاني او حتى لما رجع لك تاني رجع لك بخطة مختلفة عن الخطة الاولانية اللي كان بيحاربك بها شوفوا الزكاء والدهان الخطية او الحيلة رقم سبعة وهي التخدير والسهو انه ممكن احيانا الشيطان ما يخلكش تفكر في الخطية بطريقة مباشرة زي مثلا ممكن ما يعرضش عليك الخطية كصرف ولكنه يرمي لك طعم يرمي لك طعم كده يخدرك او يخليك مشواخد بالك او يخليك تسهو يعني مثلا واحد انسان كان بيقع في الخطاية بتاعة مشاهدة المواد الابحية فهو بقى له فترة ما تفرجش فهيبتدي الشيطان ممكن يعرض عليه بعض الصور اللي مش اباحية ولكن صور فيها تجاوزات تخلي دماغه تخلي دماغ الشخص ده يفكر بطريقة غير مباشرة في الابحية وهو ده حين اشتام بيعمله اشتام بيعمل كده انه يبتدي يعرض عليك صورة لو انت خدت قرار بانك هتنهي الابحية من حياتك او العادة الصورية يبتدي بعتلك بعض المثيرات وبعض المحفزات والمؤثرات اللي بتخليك تفكر في الابحية لكن هي كحاجة مباشرة هي ملاش علاقة بالابحية وده بنلاقيه في بعض الناس مثلا لما حد يقول يا ابونا انا خدت قرار ان انا خلاص هبطل الابحية وابتدي فعلا يبطل يلاقي صور ما كانتش بتجيله وبتدت تجيله يلاقي مقاطع فيديو ما كانتش بتجيله وبتدت تجيله وهكذا فهنا الشيطان يقدر يخدرك ويخليك تقع في السهل لو انت ما كنتش يقز وعارف انه الحاجة دي هتوصلني للخطيئة الكبيرة اللي انا بحاول لاجهت فيها الحرب رقم 8 او الحيلة رقم 8 وهي حيلة الكآبة احيانا الشيطان بيوقعنا في نوع مبالغ فيه من الكآبة دايما كده عندك فكرة انه بكآبة القلب يصلح القلب يعني كلما قلبي يكتأب قلبي هيتصلح في الحقيقة انه فكرة الكآبة مش معناها انك تبكت ذاتك وتجلت ذاتك زيادة عن نزوم وهنا هنلاقي انه فيه فرق ما بين تبكيت الذات وتبكيت الروح القدس وحنا اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو قبل كده تبكيت الذات وتبكيت الروح القدس تبكيت الذات بيجي من الشيطان تبكيت الذات هو ده اللي بيعمل جلد ذات لكن تبكيت الروح القدس مختلف تماما تبكيت الروح القدس يخليني اساق الى التوب لكن تبكيت الذات اللي هو جاي من الشطان يخديني وصاق إلى اليأس وهي دي الفكرة حرب الكآبة من أصعب الحروب وفي ناس متعلقة في الخطيئة بسبب الكآبة متعلقة في الخطيئة بسبب الكآبة اللي بتسبب لهم يأس هي دايرة كده تحس ان هي دورة ومشي على بعضها كل شوية الشطان عمالي يخليك تلف في الدايرة زي مثلا انه يعني الكآبة دي ممكن تشعرك مثلا أو تشعرك بعدم استحقاكك فتسيب الخدمة تشعرك بان قبع اعترافك مش مستحملك فتزعلك او انت تزعل فتسيب الاعتراف وهكذا فلازم نكون يقاضين في الموضوع ده الحيلة رقم تسعة وهي الفهم الخاطئ لمحبة الله على العكس تماما زي ما قلنا ان الشطان قبل كده يقدر يستخدم كل حاجة وعكسها يقدر يقنعك بالحيلة وعكسها يقدر يضرمك في الكبرياء ويدرمك في صغر النفس الاتنين في وقت واحد ما تفهمش ازاي هو كده زكي ويقدر وفهم خبايا النفس البشرية ويقدر فعلا يجيب الانسان ويوقعه الفهم الخاطئ لمحبة الله هو ده اللي هيخليك تقع في الاستباحة على عكس فكرة انه انه انت هتيقس او هتحس انه انك مالكش خلاص او الكآبة هتسيطر عليك وهتحس انه انت يعني مالكش خلاص وتبتيت تقع في الخطيئة الشيطان برضو ممكن يوقعك في الخطيئة بفكرة محبة الله ان الله محب والله غفور والله بيغفر وبيسامح بس انت ايه يعني خليه عندك امل ورجاء كله كلام بدون اي فعل عملي فالفهم الخاطئ لمحبة الله هيخليك انسان مستبيح مستبيح بتستبيح الخطيئة مش بتجاهد لكن ممكن تكون بتمثل انك بتجاهد زي ما بيقولك ده كتاب ام تستهين بلطف الله وامهال وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة مفروض لطف الله ده يقتادك الى التوبة خلاص ولكن من اجل قساوتك وقلب غير التاب تصغر نفسك غضبا في يوم الغضب لكن انت عمال بتستخدم طول انات ربنا دي في قساوة ومش بتتوب فانت كده او حتى مش بتحاول تتوب فانت كده بتدي على نفسك دينونة اعظم لطف الله ده مش هيبقى حاجة كويسة بالنسبالك مش هيبقى رحمة بالنسبالك مش هيبقى رجاء بالنسبالك ولكنه هيبقى دينونة بالنسبالك وغضب اخر حيلة الحيلة رقم 10 وهي حيلة اسمها اما ان تكون خاطئ او اما ان تكون بر شطان دايما ما بيحبش يحطك على المصطرة يحب يحب يحطك كده ياما في اول المصطرة ياما في اخر المصطرة يتبقى انسان خاطئ وضايع وبائس ياما تبقى انسان بار وقديس ما فيش حاجة في النص يعني القداسة مفهمها عندك الشطان بيصدره لك ان القديس دا ما بيعملش خطية لا القديس بيعمل خطية القديس فيه خطايا بيقع فيه لانه انسان لانه بشر ولكن القداسة هي مصطرة طويلة جدا لها كذا مستوى كذا حاجة قادر أكون وقف عليها الشيطان بقى يعود يقولك ياما تكون عند صفر ياما تكون عند عشر من عشر يتكون صفر من عشر يتكون عشر من عشر لكن فاش تكون واحد أو اتنين أو تلاتة في حين مش هو ده المطلوب منك المطلوب منك أنك تتحرك من المصطرة دي من ناحية الصفر وتبتدي تتحرك خطوة واحدة لقدام فانت كده ابتدت تمشي في طريق طوبة تبتدي تتمشي في طريق تعافي الشيطان بقى مش عاوز كده الشيطان عاوزك يتفضل في صفر يتروح لعشرة مرة واحدة وانك تروح لعشرة مرة واحدة دي مستحيل فدائما هيقنعك انك تفضل في الصفر دول كانوا عشر حيل شيطانية يعني أتمنى تكون كتبتهم ولو انت فعلا في حيلة منهم كانت مؤعاك تبتدي تركز مع نفسك وتبتدي تفلتر الأفكار دي وتعرف ان الفكرة دي مش فكرة منطقية ومش فكرة الروحية ولكنها فكرة من حيل الشيطان ربنا يسنتكم حافظ عليكم ويقويكم في توبيتكم ووجهاتكم متشكر جدا نشوفكم الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر